والحقيقة لما تيجي تسألني أقولك لو كارتيرون كان عنده شوية خبث كروي كان استلم بعد الماتش ده يعني كان ممكن أوي آخر نفسه في المملكة العربية السعودية ولا يعلن تركه للفريق إلا بعد انتهاء هذه المباراة والله لو الزمالك كسب خير وبركة أو هيجيه مع الزمالك خمس نوع يقدر يكافح ويوصل إذا جيه واتغلبت الفرقة يبقى ما عنده مشكلة هو مستلم فرقة الموضوع منتهي تماما لكن طبعاً أمالكة النهاردة معقودة على الزمالك أنه بيلعب هنا بيلعب في مصر والأمر مختلف تلعب في مصر على ملعبك مفترض لكن الحقيقة الزمالك النهاردة بمنتهى صراحة لم يكن لديه القدرة الحقيقية على الفوز وكان الترجي في حالة بدنية خاصة في الشوط الثاني اللي هو شوط البدني ما كانش على المستوى الحقيقة ناتذ زمالك بدنياً على الإطلاق زي ما قال كارتيرون بتتفق معاه في الجزئية دي تماماً تماماً وعلى الزمالك بقى أنه يوفر الهدوء وجمهور يوفر الهدوء لكارتيرون طبعاً إحنا مش هنقول إن الزمالي خلاص خرج هو إكلينيكياً خرج لكن رقمياً لسه بعد ما نستعرض المبارات الأهلي هنتكلم على وضع الأهلي والزمالي كل واحد فيه مجموعته والكلام ده كله ترجمة نانسي قنقر